أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة الجوف قالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة تدور حاليا بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف وأوضحت المصادر أن المليشيا أحدثت اختراقا وتوغلت إلى مدينة الحزم عقب انسحابات نفذتها الألوية والوحدات التابعة للجيش مضيفة أن المعارك ما تزال مستمرة على أطراف المدينة وأكدت أن محافظة الجوف اللواء من العكيم يقود المعارك إلى جانب قادة عسكريين آخرين شرق مدينة الحزم ولفتت المصادر إلى أن القوات السعودية المتواجدة في المجمع الحكومي سحبت كافة معداتها وغادرت المدينة بشكل مفاجئ مساء أمس نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين ما هي أسباب سقوط محافظة الجوف وهل يأتي هذا السقوط ضمن مخطط يستهدف تقويض ما تبقى من سلطة الشرعية نناقش هذا الموضوع بعد هذا التقرير مرة أخرى تعود ميليشيا الحوث لسيطرة على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة في الحرب ليست الهزيمة أو النصر إلا نتيجة لمعركة انتهت وأخرى ستبدأ لكن أن تأتي الهزيمة بطعنة من الظهر وغدر من الحليف وتسيب من القادة فذلك يعني أن للحرب أهداف أخرى غير التي يقاتل من أجلها الجنود في الميدان أكثر من شهر ومقاتل الجيش الوطني يستبسلون في مديرية الغيل يقاتلون دون دعم أو إسناد من التحالف أو تصريح حتى من قيادة الشرعية تسقط معاقل الجيش دون موقف يذكر لقادة الجيش الصامتة المتخاذلة العاكفة في الرياض وذلك أمر يطرح العديد من الأسئلة هل هناك اتفاق بين القيادة والتحالف على تسليم الجوف؟ أم أن قيادة الشرعية لم يعد لها شيء من أمر البلاد؟ وتلك أفعال محصور قرارها بيد السعودية التي تسير البلاد كيفما تشاء في كل الحالتين لا يمكن إعفاء الشرعية وقادتها من خذلانهم للبلاد وصول الميليشيا إلى مركز محافظة الجوف لا يمكن إرجاعه لحماسة مقاتلها فالمعلومات أن أوامر صدرت للجيش بالانسحاب وأن القوات السعودية التي كانت تتواجد في المحافظة سحبت آلياتها العسكرية من الحزم وهو ما سهل المهمة أمام المقاتلين الحوثيين وعطفا على ذلك فالواضح أن ما يجري اليوم في الجوف قد يكون تهيئة لوضع جديد قادم يتم التخطيط له في الرياض وأبو ظبي إذن ولمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي مرحبا بك معنا سيد عبد العزيز أصعد الله ذاتكم هياك لماذا سقطت الجوف برأيك بداية؟ لو راجعتم رشي في البرنامج هذا أو برنامج المأساة اليمن أنا أتحدث قبل أقل من أسبوع بعد سقوط نه من سقوط الجوف هو أمر متوقع وغير مستبعد فمن لا يستطيع أن يدافع في روس الجبال وفي القمام العالية لا يستطيع أن يدافع في الفياس والصحاري المفتوحة ولكن قبل هذا وذاك يجب أن أشيد وأوجد تحية الإجلال إلى المقاتلين في الجوف الذين قاتلوا وصمدوا بأسحتهم الشخصية بدون دعم وإصناد من الجيش الوطني والجيش الوطني هذا عبارة عن فباعة أوجد تحية لقبائل الجوف ورجال الجوف ومن تبعهم من قبائل مارس الذين صبتوا لمدة 41 يوما وخذلهم لا أقول التحالف خذلتهم الشرعية أما ما يصنى بالجيش الوطني فلا وجود أصلا هم لا يشكلوا 10% من المقاتلين أو من الكشوفات نوجه لهم التحية كان سقوطا بالنسبة لمدينة الحزمة وسبوط مدينة الحزمة اليوم هو أتى نتيجة لمعارك 41 يوم الغيل مساعتها 100 كيلو متمرطة 10 كيلو في 10 كيلو استطاع رجال الجوف أن يصمدوا فيها أمام الطائرة المسيرة حق الحوثي وأمام بارستي الحوثي وأمام الصواريخ الجوال حق الحوثي استطاعوا أن يصمدوا ويسطروا منحمة بطولية هذا بالنسبة للرجال الجوف نعم سيد عبد العزيز خليك معي بالنسبة للجيش الوطني ما في شيء عاجس مع الجيش الوطني هناك مجموعة من المقاتلين تم أفراغهم للروح المعنوية عندما تم تعيين الفاسد عليهم عندما عينوا جيش كرتوني في الكشوفات حسب اعتراف وزير الدفاع نفسه على أن هذا الجيش لا يتواجد منه إلا ثلاثم في المئة أقول لك يا أخي بعض المطاعم التي في الرياضة المطاعم حق اليمنيين وسجلين كتائب في هذا الجيش ويمكنني أعطيك أسماء المطاعم النص المباتل أو سبع من المباتلين مقتربين عاديين أو في بيوتهم هذا ما أفقد الجيش الوطني المتبكين في الجبهات لا يستلمون الرواتب والحوافظ لا يستلمون المتغيبين هذا أفقد الجيش الوطني الروح المعنوية وافأ إلى تعيين الفاسدين لكن سيد عبد العزيز أنت أشرت أن هذا السقوط لمحافظة الجوف بيد الميليشيا كان متوقع وأيضا لا تلوم التحالف لماذا اللوم فقط يقع على الشرعية وعلى الجيش الذي تشرف عليه الشرعية نعم نعم لأن الحوثي لأن هناك توازن في التسليح لو تتذكر جبهتنا لو تتذكر جبهتنا ومسقطوها الحوثيين بأسرعة الكراشنكوم وكان مع الشرعية الصلاح ودخائر أخذها الحوثي جاهزة مجهزة باردة مبردة الحوثي اكتحم الجوف بالأفراد الحرب كانت حرب أفراد وليست حرب آليات ودروع ولا لا يوجد أفراد سواء قبائل الجوف طركت جميع المديري جميع الجبهات هدئت واسقنت ولم تطبق حتى رصاصة واحدة في الجوف وتركت الجوف وحيدة وحيدة الحرب لو الحوثي قاتل لماذا وحيدة لماذا تركت الجوف وحيدة من الجميع لماذا لماذا لأنه لا توجد زارة دفاع لا توجد غرفة عمليات لا توجد رئاسة تركان سوف تقول لي أوامر من التحالف إذا كانوا إذا كانوا هؤلاء يرفضون هذا المخطط إذا كانت الأوامر أتت من التحالف فهؤلاء مجرد مرتزقهم مفروض يقولون التحالف لا لكن أنا متأكد أنه ليس التحالف لأن الحرب كانت حرب أفراد حرب مشاة وليست حرب آليات أو حرب طائرة نعم تفضل بالبقاء معي سيد عبد العزيز الهداشي ينضم إلينا أيضا من مأرب الناشط السياسي عامر السعيدي سيد عامر مرحبا بك معنا حياك الله ما الذي حدث في الجوف برأيك الذي حدث هو نتيجة طبيعية ومتبعة من تداية هذه المعرفة التي بدأت بشهرين نتيجة طبيعية أولا لتوقف كل الجبهات وطرف الجوف الواجهة منفردة وتحوض معنا ثانيا بأن الشرقية والحكومة وفادة الجيش تركوا الجوف من كل الجهات ومن كل الراحي تركوا بعملها كباحيا وصفاديا وعسكريا وإحلاميا لم يتفعض الحكومة لو تضبط على المبعوث الجولي لم يتحرك تتحرك جواهات الجيش في المناطب العسكرية لم يخرج تتحرك إلى الجوف لم يخرج لإسراء لم يتحرك إلى الجوف كل ما فعلوه أنهم أرسلوا ستائب معدودة إلى الجوف وفرسوا لكبائل وشكل عشوائي من تنظر وتركوا الجوف وحيدة وثانة قوات العسكرية التي هي الجوف قوات يعني محدودة ليست ألوية ضاربة وليست كبيرة لكنها بالأخير واجهت واسترسلت حتى هذه النتيجة تتحملها الجيادة العسكرية والسياسية ولا يتحملها المقاتلون والأبطال في الجوف هذه النتيجة طبيعية لمشاكل وأخطاء وقوارش الشرعية التي ترك في الجوف وحيد طوال هذه النتيجة لكن برأيك هذا الآن التطور الخطير في محافظة الجوف أليس مؤشر على أنه سيلحقه تطور آخر للمحافظات الأخرى ومن خذل الجيش في الجوف اليوم هو الذي حدث في الجوف حدث فيهم وحدث في مناطق كل جبهات الشرعية تتوضف عندما ينفرد الحوثي بجهة يسحب قواته من الحديقة ومن حرر ومن صعدة ومن الضالع ومن تعز ومن كل الجبهات ويسحبها إلى الجوف قبل ذلك إلى نهم ثم بعد أن يسفق هذه الجبهات ما تباكى من خذل الجيش في نهم ومن خذل الجيش الآن في الجوف في الجوف نعم من الذي خذل الجيش في نهم سابقا والآن تم خذلانه في الجوف يا أخي يا أخي نحن من خذلنا الجوف الشرعية ومن الشرعية الإعلام التحالف السعودية والإمارات عبد الرب وانتر هادي وبيادة الحكومة ونائب الرئيس وبيادة الجيش كل هؤلاء هم الذي خذلوا مارس خذلوا الجوف حتى بعد الجوف توقفت حتى عمليات طيران بعد استاذ طائرة السعودية حتى عمليات طيران بنسبة 70% توقفت دعو توقفت حتى حتى الصرف اليومية والإستاذ الذي كان يسلم للعسافر في الجوف نعم تفضل بالبقاء معي سيد عامر نعود إلى ضيفنا من الرياض عبدالعزيز الهداشي الخبير العسكري سيد عبدالعزيز لمصلحة من الآن سقوط محافظة الجوف بيد ميليشيات الحوثي وما هو القادم طبعا سقوط محافظة الجوف والصلاة الحوثي القادم هو أسوأ إذا لم يتم تدارك الوضع وأقول يتم تدارك الوضع من قبل القيادة العسكرية والسياسية في بارف والمحلية في مارف بغضى النظر عن التحالف بغضى النظر على الشرعية الشرعية في الرياض يعتبرهم عدم غير موجود يجب إعادة تشكيل الجيش بسرعة في مارف وإعادة توزيعه وإن كان لديهم من الذي سيشكل الجيش ويعيد توزيعه أليس الشرعية هي في الأخير بالنهاية رئاسة الأركان ووزارة الدفاع هذول المتواجدين على الأرض وإذا لم يكون وزير الدفاع ورئيس الأركان متواجدين في مارف يعني يستطيع سلطان العراد محافظة مارف أن يتولى الأمر بنفسه كقيادة وكسلطة لمارف لا ينتظر يعني تقصد من دون الرجوع إلى الشرعية في الرياض من دون الرجوع لمن يرجع هل يرجع إلى رئيس يعني لا يستيقظ في اليوم في الأربعة لشرين ساعة إلا ساعة ليأكل ثم ينام أم يعود إلى نائب رئيس جمهورية كل هم كيف يستعود على مزيد الأبوال من العلم والأحاطة إن علي محسن الأحمر الذي هو نائب رئيس الجمهورية من يوم لم نحقق نصر واحدا ولم نحقق نحرر سنتيمتر واحد وكان هو أحد البلوة أو البلاوية التي أدت إلى أفراغ الجيش الوطني من محتوى بتعييناته المناطقية وبتعييناته لجيادة حوذية عندما استجلب المداني واستجلب الولي واستجلب القيادة الآن الحوذية الهاشمي هل إلى مارف يعينهم على من قاتل يعين سلطان العرادة الآن يشكل المجلس عسكري من نفسه وبالتعايير الآن محافظ شكوى ومحافظ الجوف بعيدا عن الشرعية تاة الشرعية تاة إذا أنتظر الشرعية فسوف تسقط مارف عن ما قريب من الناحية العسكرية يا أخي الكريم لكن سيد عبد العزيز هناك من مراقبون يعتقدون أن الهدف من سقوط محافظة الجوف هو المقترح الذي ذكرته أن يقوم العرادة والعكيم بمبادرة عسكرية وترتيب الوضع العسكري في المحافظتين ماذا ما رأيك حول هذا الموضوع يعني يراد لهم أن يسقطوا في هذا الترتيب هذا ما يجي من يقوم به ما ينتظر الشرعية فليس هناك دائل انتظار الشرعية دعني أتكلم بناحية مهنية شوية ناحية عسكرية الآن بعد سقوط الجوف للعلم والأحاطة تحرير الحجم ليس بالأمر الصعب وتحرير ما صقت في الجوف ليس بالأمر الصعب على عكس جبهة نهر من الصعب استعادت ما أخذها الحوثي لكن بالنسبة للجوف فحروب الصحراء يكتر فيها الفر والكر وبالإمكان استعادتها المناطق المفتوحة لها بعض المميزات لكن الآن لنفترض أن الحوثي أخذ الجوف واستقر بها هنا تصبح مارب بين فكي كماشة من الجنوب بنصر واحد ومن القلب أو من الغرب باشرة من محور النه مدغل الضيق مارب ومن الشمال من الشمال الغربي من اتجاه الحزب هنا تصبح مارب يعني بين فكي كماشة واحد لبواجهة الإجراء من يتخذ لبواجهة هذا شيء آخر واحد يجي بعادة تنظيم والتنظيم الصفو أو تشكيل القوات إما بشكل دفاعي بحيث يتم اتخاذ الإجراءات الدفاعية المتمثلة بحضر القنادق واستخدام الألغام وحضر الأنفاق حتى مخازن السلاح يجب توزيعها في مجموعات صغيرة حتى لا يتم استهدافها بالطيران المسير أو بالصواريخ الثنين هذا لفترة بسيطة على الإجراء الدفاعي الثنين ذكرتنا سابقا أن من يهاجم ويصر على الهجوم فسوف ينتصر يجب محاولة استعادة ما تم فقداره في الجوف ما تم فقداره في الجوف هو مديرية الموتور إضافة إلى مديرية الحج إضافة إلى مديرية الغير بقية الجوف في بيد الحودي بالأول يعني ما فيش عاجة جديدة يجب استعادة هذا المخور وهنا المساحة كلها تفعدها 500 كيلو متر ربع يجب استعادة هذه المنطقة بس بإخبار هجومية منسقة وليس بشكل قبلي نعم وضحت فكرتك سيد عبد العزيز تفضل بالبقاء معي نعود إلى سيد عامر السعدي الناشط السياسي سيد عامر تحدث الهداشي أن هناك يجب أن ترتب الخطوط العسكرية لاستعادة محافظة الجوف ونحن الآن يجب أن نكون في وضع دفاعي هل برأيك يمكن أن ينتهي تقدم الميليشيا في الجوف وإيقافه أم سيمتد إلى محافظة مارم سيمتد وسيمتد في حالة واحدة سيمتد إذا تحركت الجبهات كل الجبهات دفع واحدة وفي ثلث واحد تحركت في الهجوم وليس للجباع فسوف ينكشف الحوزي في كل الجبهات وسوف تتحرك حافظة أخرى ونسل إلى الصمع ونستعيد اليمن أما إذا تنحك العرائب في قدورها ننتظر الحوزي متى يتحرك ونقوم للجباع بطريقة تخيح لا تتناسب مع الأحداث وحجم الشارفة إن الحوزي سيستطح أخرى وسيعوح الجنوب وسيسيطر على اليمن وسيدخل حتى السعودية وكل الذين الآن انكسروا بسبب هذا الخدران وبسبب هذا التباط وفي مطراتهم عندها سيكونون في خط الحوزي للانتقام ممن حذرها هذه مسلمة بديهية هذه قبائل والقبائل تحقق على من قدرها وخانها أكثر من شكها على عدو وياقصها يجب أن تتحرك الجبهات الآن لكي تستعاد الجوف كيف تقيم سيد عامر موقف التحالف في تحريك جبهة الجوف أو من عدمها إذا كنا سنعوّل على التحالف في تحرير البلاد فلم تتحرر البلاد تحرير بلاد بدل من إثامة وكثبت دعاء جولة للجنوب راح وخلص عشرات الميليشيات وعشرات كيانات وخلص في المضاهعة فوق المشاكل سيد عامر هناك من يقول أن الجوف لو لا طيران التحالف لما سقطت يعني ظلت صامضانهم وأيضا الجوف طيلة الفترة الماضية كيف الآن يتم التخلي عن التحالف وطيرانه هل يوجد مع الجوزي طيران نحن إذا نحصل على أنفسنا ونقاتل بسلاح التراج مكوب ونوصل للمقاتلين الزخيرة والمؤنى والمؤن ونحيل أسرهم فإننا لن نتصر أبدا إذا ثمنا نحول على غيرنا وعلى خارج السعودية والاستحال والإبارات وكله إذا ثموا بعمليات فهي عمليات محتوى وضحت فكرتك سيد عامر السعدي كنت معنا من مارب شكرا جزيلا لك نعود إلى ضيفنا الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي تحدث سيد عبد العزيز عن إعادة الصفوف والتموضع لتحرير محافظة الجوف وأنت ذكرت أننا الآن في مرحلة دفاع عن هذه المناطق كيف تفسر موقف التحالف من الأحداث هذه في الجوف شوفي أرشي الكريم بمراجعة لمشاركة الطيران منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن الطيران لا يحسن معركة للأمانة أن الطيران أيضا الطيران العسكري السعودي السعودي سيبك من الماراتي الطيران عادثين يكصد أهداف ثابتة وليس أهداف ثابتة كبيرة نسبيا لا تنسى أن أثناء معارك الجوف سقط الطيران السعودية وعشرات ومئات الغارات شنتها شنها الطيران ضد الحوثين في الفترة هذا هذا لا يمكن إنكاره الحوثي باتل بأسلحة القشاة بأسلحة خفيفة ومتوسطة هذا متوفر لدينا كان يتفوق علينا بالصواريخ الحرارية توفرت هذا الصواريخ الحرارية لدينا المشكلة لدينا شيئا الأفراد والروحة القتالية أو العقيدة القتالية أو الروحة المعنوية لبواجهة هذا كله واحد إقالة الفاسدين ومحاسبتهم إقالة ومحاسبة من تقصد بإقالة الفاسدين أو محاسبتهم هل في الشق العسكري في الدولة أم في الشق السياسي الذي يقودون المشهد السياسي من أين التخاذل؟ في الشق العسكري لحظة يجيب إقالتهم ما أقول هزيمة نام هزيمة نام بالنسبة للجو فأنا لا أعتبرها هزيمة أعتبرها مواجهة عسكرية خسرناها بشرف لكن فرضتنا انسحاب بدون اطلاق رصاصة واحدة ولو وجد أشخاص عشر أشخاص بمسدسات آلية بعض الطرقات ما تخلها العوتي نحن نتكلم بالنطق عسكري يجب محاسبة القادة الأسكريين الذين أعطوا الأوامر بالانسحاب الشيء الآخر يجب أحد أسباب ذهاب الروح القتالية أو انخفاض الروح المعنوية أو خواص القتالية هو الكشوفات الوهمية تصور أن المقاتل أن عشر في المئة من أفراد اللوا هم من في الجبهة وتسعين في المئة متغيبين لا يحضرون شكرا نعم أن العشر في المئة هذولا لا يستلموا رواتبهم وحوافزهم بينما التسعين في المئة المتغيبين شكرا لك الوهميين لحظة خلني أكمل هؤلاء يستلموا رواتبهم أنا أرجو منكم البحث في إرشي في هذا البر وفي جميع مداخلات إجمعكم نبهنا وحذرنا من خطورة هذه الأشياء نعم نعم شكرا جزيلا لك عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري كنت معنا من الرياض ينضم إلينا أيضا من إسطنبول عادل دوشيلة وهو محلل سياسي سيد عادل كيف تقرأ دور التحالف الصامت تجاه أحداث الجوف هل تعتقد أن الأحداث مقدمة لتسوية سياسية بين السعودية والحوثيين بسم الله الرحمن الرحيم أولا ما حصل في الجوف هو نتيجة طبيعية لأننا في منطقة مفتوحة وبالتالي لم يكن هناك دعما حقيقيا من قبل التحالف العربي مفتوحا في المناطق التي كانت تكع فيها الاشتراكات خلال أيام القيلة الماضية وأعني بذلك قرب الجوف أي مديرية الغير مناطق أخرى لذلك اليوم ينبغي أن لا نحمل التحالف العربي ننبغي أن نحمل من يدير دفة الحكم داخل الجمهورية اليمنية هؤلاء الذين وضعوا كل بيضهم اليوم ينبغي أن نقول الحقيقة وأن لا نتردد التحالف العربي لن ينصر الجمهورية اليمنية ومن يقول بأن التحالف العربي سيبدأ إلى جانب الأبرياء في الجمهورية اليمنية هو واهم لن تسمح السعودية بأن يكون هناك نظام جمهوري في حدودها الجنوبية هذا واضح منذ اليوم الأول وما حصل في الجنوب اليوم يبدو بأنه يعني مقدمة لتسوية سياسية وقد ربما يعني عند فشل السعوديون والإماراتيون تنفيذ مخطط في الأغسطس الماضي في العام الماضي أي في منطقة شبوة الآن يعيدوا تكرار السيناريو في الجوف يريدوا الآن إسقاط الجوف وقد سقطت اليوم عاصمة الجوف بيد الحركة الحوذية وغدا يريدوا تطويق مأرب ومن ثم يتم التوصل إلى حل سياسي يعني رعاية الأمم المتحدة بحيث يبقى المجلس الانتقالي طرفا يمثل المناطق الجنوبية وتبقى الحركة الحوذية يمثل شرعي المناطق الجنوبية ويتدخل التحالف العربي ومعه الدولة الشرعية الضعيفة وسيقول حلقة الأضعف في أي محاورات سياسية وقد ربما يتم تقسم البلاد لا سمح الله نعم حتى الآن لم يصدر موقف واحد من قبل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان والحكومة هل هناك ضغوط ما على الشرعية يعني لتمرير هذه التطورات العسكرية لها أخي الكريم عندما كان الوطنيون كانت المبادرة بيدهم رأينا في العام 2016 كيف تم تحرير الجوف على يد أولئك الأبطال لأنه كان لا زال القرار نوعا ما بيد أبناء الوطن تم تحرير الجوف وتم تحرير ما تبقى من بعض المناطق في مالب وتم أيضا تم تحرير مناطق أخرى ولكن عندما سلمت الشرعية اليمنية كل قرارها بيد التحالف العربي أصبحت رأينا الآن ولا تستطيع أن تتحرك الآن لا ينبغي إلا نعول على هذه الشرعية هذه الشرعية ساقطت أخلاقيا قبل أن تسقط عسكريا ساقطت أخلاقيا وسياسيا وإن تبكى لها يعني قانونيا أنها شرعية التي تمثل أبناء الشعب ولكن أخلاقيا ساقطت إذن عندما نقول بأن هناك ثقوطات على الشرعية اليمنية هذا نوع من الضحك على الأبرياء إذن نعول على من الآن الشرعية حسب كلامك سيد عادل سقطت والتحالف الآن ليس لديه نية لإنهاء انقلاب الحوثي على من نعول الآن نعول على أبناء الوطن نعول على تشكيل فيار وطني عريض من داخل أراضي اليمنية وأن لا يخضع لأملاءة الحكومة الشرعية والتحالف العرض وأن يتحرك في إطار جبهة واحدة موحدة تحت قيادة ميدانية ومن ثم تشكيل مجلس عسكري لقيادة دفعة الحق في هذه المناطق ومواجهة الميليشية الحوثية وإلا في الدولة وإلا ما تبقى من الأراضي تزاقط يد الحركة الحوثية المخطط واضح والأمور واضح ولا تحتاج منا إلى تسريحة أو تحتاج منا إلى تحليل أو تسكيل من هنا أو هناك نعم نعم سيد عادل دوشيلة المحلل السياسي كنت معنا من الصبول شكرا جزيلا لك وشكر أيضا موصول لعبد العزيز الهداشي الخبير العسكري كان معنا من الرياض والسيد أيضا عامر السعدي كان معنا من مأرب وهو ناشط سياسي وشكر موصول لكم والتحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة